بسم الله الرحمن الرحيم بذكرى حلول شهر محرم الحرام ذكرى انتصار الدم على السيف قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء طبعا الآية الكريمة تتكلم عن الظلم والظالمين والحساب في ذلك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طبعا الظلامات كثيرة ظلامات على ثلاثة الظلم على ثلاث ظلم يغفر وظلم لا يغفر وظلم لا يترك الظلم الذي يغفر ظلم الإنسان نفسه كما ورد في المرويات أنه من ظلم نفسه أو يعني كانت حقيقة ذنب يعني قبل مرور سبع ساعات يستغفر الله ويقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قبل مرور سبع ساعات الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به والذنب الذي لا يترك هو ذنب الإنسان لأخيه الإنسان والمؤمن لأخيه المؤمن كالغيبة والبهتان والنميمة وإلى غير ذلك من الموبقات التي تسبب ذنب للإنسان طبعا مرات الإنسان يظلم نفسه مرات حتى الشهيد قد يعني يضغط في القبر مثل سعد بن عاد رجل صحابي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستشهد لكن شهيد من الدرجة الثانية طبعا الشهيد من الدرجة الأولى وإذا جاءوا أصحابه ولم يجدوا فيه رمق حياة في أرض المعرك طبعا هذا لا يغسل ولا يكفن وإنما يثن بلابسه لأنه شهيد من الدرجة يعني سواء من النبي عن طريق النبي عن طريق الإمام عن طريق المعصوم عن طريق الفقيه الجامع للشراط في عصرنا هذا كما في هذه القضايا للجهاد الكفاية وغيره والشهيد الذي يموت يعني خارج أرض المعركة هذا يغسل وإنما شاهد الكلام أن سعد بن معاذ رجل شهيد ونزل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قبره وسمع أمه تقول يا سعد نئا لك الجنة قال لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أم سعد لا تحتم على الله إن ابنك ضغطته الأرض ضغطة تكسرت أضلاعه قالت لما يا رسول الله أما أنه صحابي وشهيد وأنت الذي شيعته في نفسك وقيل أنه سبعين ألف من الملأكة شيع قال لها صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان سيء الخلق عموما فشاهد الكلام منهم من يظلم نفسه منهم من يظلم مجتمع كامل يعني بلد كامل بالسرقة والظلم بكل أنواع الجرم هذا أيضا يحاسب في ذلك اليوم لأن القرآن الكريم يصرح بذلك الآية الأولى من سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد في الآية 65 من سورة ياسين الحق سبحانه وتعالى يقول اليوم يعني يوم القيام اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجله بما كانوا يكسبون الآية 29 من سورة الجاثية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إذن هذه الظلامات الإنسان والقرآن الكريم يصرح في موضع آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرية ومن يعمل مثقال ذرة شريرة لو نرجع إلى التاريخ شوف الحجاج ماذا فعل الحجاج الحجاج كان عنده سجن بدون سقف يعني السجناء هو كل من آل محمد زين بدون سقف وإذا يعني تقربوا إلى الجدار ترميهم الحرس بالحجارة وكان عنده خلطة يعطيها للسجناء ملح ورماد وبعض شيء يعني هذه الخلطة إذا أخذها إذا أكلها تتحول البشرة من بياض إلى سواد لذلك ينقل التاريخ أن إمرأة كان لها سجين ولدها مسجون ولدها بشرته ببيضاء فعندما دخل وأخذ هذه الخلطة يعني اللي جعلها الحجاج هذا نوع من أنواع الظلم وإذا به تحولت بشرته سمراء فدخلت عليه للمواجهة تعرف صوته لكن قالت هذا ليس بي والدي لأنه أسمر فهذا نوع من أنواع الظلم يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان ثلاث سنين حكم عمره ثلاثة وثلاثين سنة سنة قتل الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة ضرب الكعبة بالمنجنيق وسنة أباح المدينة وعن طريق مسرف بن عقبة يسمونه مسلم بن عقبة فهذا الإجرام تجي إلى مثلا أولاد مسلم طفلاء مسلم بن عقيل طفلاء مسلم بن عقيل يعني خمس سنين وست سنين قصتهم طويلة يعني لما جاء السجان قال أجد على وجوهكم النور كلامكم كلام القرآن من أنتما قال نحن ولدا مسلم بن عقيل قالهم أنا رح أخرجكم على مسؤوليتي وأكيد أن أهلكم في المدينة واسألوا هناك زين فلما جاء الحارث طبعا قبضهم أو دعهم في بيتي يعني امرأة قبض يعني بعدما يعني تحركوا ذهبوا إلى المدينة باتوا في بستان جاءت امرأة وجدتهم زوجة الحارث الهامداني فزوجة الحارث يعني جاءتهم في بيتها وقال لها جاء الحارث قال لها أراك يعني تكثرين في هذا المكان الدخول والخروج فقالت إن ولدي مسلم في بيتنا قال أنا يعني أبحث عليهم من سنة كاملة والآن هم في بيتي فطرق الباب داهم الباب دخل عليهم المهم النتيجة ذبحهم النتيجة ذبحهم قالوا دعنا يعني بعنا في السوق احفظ كرامتنا لمحمد كذا نحن أصغار كذا المهم بالنتيجة ذبحهم وبعث برأسيهما إلى عبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد بعد ذلك قال يا حارث لمن هذين الطفلين قال المسلم بن عقيل قال أما أرقى قلبك بعد ذلك كلف عبيد الله بن زياد كلف أحد الموجودين قد وضع رأسه بين ركبته قال خذ الحارث ومثل به تنثيل فهذا طبعا ظلم من قبل الحارث وظلم طبعا كثير لكن الوقت لا يسع أيضا حتى الرضيع الرضيع اللي هو عمره في رواية يوم واحد يوم العاشر وفي رواية ستة أشهر زياد حرم له أيضا له كلام وله موقف سيء ولما طلب الحسين عليه السلام الماء واختلف العسكر بعدين قال له اقطع نزاع القوم قال أرمي الكبير أم الصغير قال ويحك ارمي الصغير حتى يتروأ الكبير فسدد سهمه على رقبة الرضيع وبانت كأنها ابريق فضة وضربه من الوريد إلى الوريد الحسين عليه السلام رمل دم إلى السماء لم تقطع لم تسقط منه قطرة فشاهد الكلام هذا نوع من أنواع الظلم فلذلك نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الظلم وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة